المرجئة عنوان عند أهل البيت صلوات الله عليهم عنوان لكل نواصب السقيفة بني ساعدة كلهم مرجئة كل مجموعة بحسبها لكن هناك مجموعة هي المجموعة التي يتنفر منها أئمتنا كثيرا أقرأ عليكم من الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثاني وطبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 409 باب في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج تقرأ القدرية وتقرأ القدرية باب في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج والمرجئة وأهل البلدان الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد الحاضرين في مجلسه يسمع الإمام هكذا يقول لعن الله القدرية لعن الله القدرية لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة فالإمام لعن القدرية والقدرية أو القدرية هم الأمويون بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بما يقوله علماء الكلام وأهل الملل والنحل فلهم كلام في ذلك والكلام طويل واختلف في تعريفهم لا شأن لي بما يقولون القدرية أو القدرية هم الأمويون وأتباعهم ومن على نهجهم منذ أن كانوا وإلى يومنا هذا فهؤلاء هم القدريون أو القدريون الصادق هكذا يقول لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة القدرية مرجئة أيضا والخوارج مرجئة أيضا لا تخلط بين ثقافة أهل البيت وبين ثقافة نواصب سقيفة بني ساعد ونواصب سقيفة بني نجاف أنا لا أحدثكم بثقافة أولئك أنا أحدثكم بثقافة العترة الطاهرة فالقدرية مرجئة والخوارج مرجئة في علم الكلام لا يقولون هذا لا شأن لي بهم القدرية مرجئة والخوارج مرجئة فكل نواصب سقيفة بني ساعد على اختلاف مشاربهم مرجئة لكن فرقة منهم يقال لها المرجئة هي التي لعنها الإمام مرتين وإلا فالقدرية مرجئة والخوارج مرجئة فهذا العنوان عنوان عام لكن الإمام لعن المرجئة مرتين هذا عنوان خاص لمجموعة سيحدثنا الإمام عن بعض شأنها في هذه الرواية رجل من أصحاب إمامنا الصادق جالس في مجلسه فقال الإمام صلوات الله عليه لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة قال هذا الرجل قلت لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين فماذا قال إمامنا الصادق يتحدث عن المرجئة الذين لعنهم مرتين قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون هذا هو جذر الفكر المرجئي القذر الذي يتنفر منه أئمتنا كثيرا ويتنفر منه إمام زماننا إنها تبرئة أو مديح أو وصف بالخيرية لأعداء محمد وآل محمد أنا أحدثكم الآن عن مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة وشيئا فشيئا سأنتقل إلى مرجئة نواصب سقيفة بني نجف أحدثكم عن مرجئة الشيعة ومن أحاديث العترة الطاهرة لا من كتب تفسير نواصب المجموعتين نواصب السقيفتين أعني سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني نجف ولا من كتب الملل والنحال ولا من كتب التعريخ والسيار ولا من كتب علم الكلام من أحاديثهم طلب المعارف تذكروا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق لإنكارنا صلوات على بقية الله فالإمام الصادق لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة ولعن المرجئة مرتين فقال هذا الرجل الذي كان جالسا في مجلسه من أصحابه لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين قال إن هؤلاء يشير إلى المرجئة والحديث عن مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة الوهل للذي يقول من أنه شيعي وهو يوالي هؤلاء يوالي هؤلاء المرجئة منهج حوزة النجف جاءونه به من هؤلاء المرجئة ولذا فحوزة النجف مرجئية بامتياز بامتياز سأثبتها لكم من أحاديث العترة الطاهرة ومن واقع الحوزة نفسها وهؤلاء هم الذين سيقاتلون إمام زماننا مرجئة الشيعة من الآخر شيعة العراق بشكل عام في زمان الظهور مرجئة من جنوب العراق من البصرة إلى العمارة إلى الناصرية إلى كل مكان في العراق إلى شمال العراق إن كان هناك من شيعة شيعة العراق مرجئة إذا خرج خارج منهم فقليل جدا 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 لأن شيعة العراق هم شيعة مراجع النجف ومراجع النجف مرجئة أقولها لكم من الآخر إذا أردت أن أضع نسبة مئوية تقريبية للطوسي إذا أردت أن أضع له نسبة مئوية في ما بناه من إرجاء ومن فكر مرجئي في واقع الشيعة فإنني بحسب تقديري وبحسب اطلاعي على كتبه التي اطلعت عليها اطلاعا تفصيليا وبحسب معرفتي بتأريخ الشيعة بكل تفاصيله في زمانه وفي الزمان الذي جاء من بعده فإنني أعطي للطوسي سبعين بالمئة فهو مرجئي بدرجة سبعين بالمئة لكنني إذا أردت أن أعطي نسبة للسيستاني وإنما أتحدث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى البقية كالسيستاني قد يكون السيستاني أسوأ منهم في هذه الجهة النسبة التي أعطيها للسيستاني في الإرجاء إنني أقدرها قطعا بحدود تتبعي لتعريخ الرجل ولكتبه ولأفكاره ولما قام به في الواقع الشيعي نسبة الإرجاء التي أعطيها للسيستاني مئتان بالمئة وهذه النسبة هي نسبة سائري مراجع الشيعة كالخوئي محمد باقر الصدر والمراجع الذين يعاصرون السيستاني أيضا ربما تكون النسبة أقل في شأن البعض ولكن بدرجة قليلة هذه قناعة أنا سأسأل عن هذا الكلام الذي أبثه على العالم على العالم الشيعي سأسأل عن هذا الكلام وأنا أملك الأجوبة وقد أجبت وأجبت وأجبت في مئات ومئات من الساعات تحقيقا وتدقيقا وبرامج موجودة على الشبكة العنكبوتية أنا لا أتحدث من فراغ فنسبة الإرجاء التي أقدرها في الطوسي بسبعين بالمئة ونسبة الإرجاء التي أقدرها في السستاني بمئتين بالمئة والقضية في تزايد المراجع المراجع القادمون بعد السستاني نسبة الإرجاء والفكر المرجعي ستزداد عندهم كثيرا وهذا يبدو من المعطيات الموجودة على أرض الواقع سأحدثكم عن مرجعة الشيعة سأحدثكم لكنني أردت أن أذكر لكم شيئا كي تعرفوا ما هو مقصدي من مرجعة الشيعة سأحدثكم سأكمل حديثي عن مرجعة السقيفة بني ساعد فلما سأل هذا الرجل إمامنا الصادقة لقد لعنت هؤلاء يعني القدرية والخوارج مرة مرة ولعنت المرجعة مرتين فقال الصادق صلوات الله عليه إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار هؤلاء هم اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع من اليهود حين دعاهم رسول الله إلى الهدى إلى الإيمان به فقالوا إنا لن نؤمن بك حتى تفعل لنا ما كان يفعل أنبياؤنا في السابق من طقوس أنبيائهم كان عندهم طست في معبدهم في هيكلهم وحينما يأتون بقربان من قرابينهم يضعونه في ذلك الطست فإن نارا تحرق ذلك القربان من دون أن يقوم أحد بتأجيجها من دلائل أنبيائهم وبقيت موجودة بينهم إلى زمان معين وانقطعت مثل ما انقطعت الكثير من دلائل أنبيائهم عبر العصور الماضية قبل نبينا صلى الله عليه وآله فهذه المجموعة من اليهود طلبت من رسول الله أن يفعل لهم ذلك فماذا قال لهم لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قطعا هؤلاء ما قتلوا نبيا لأن هؤلاء كانوا في زمان الفترة جاءهم عيسى وبعد عيسى بدأت الفترة فالذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يباشروا قتل نبي من الأنبياء وإنما وإنما كانوا يسيرون على منهج أجدادهم وعلى منهج أحبارهم الذين قتلوا الأنبياء على نفس المنهج فهم يجدون عذرا للذين قتلوا أنبياءه إنهم مرجعة اليهود إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل من قبل محمد صلى الله عليه وآله ومن قبل عيسى أيضا قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين إمامنا الصادق يعلق بعد أن ذكر هذه الآية هذه الآية هي الآية الثالثة والثمانون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران الإمام الصادق يعلق هكذا كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا القرآن يخاطبهم على أنهم قتل هكذا يقول فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين هذا خطاب النبي لليهود في أيام حياته لليهود الذين كانوا يعيشون في جزيرة العرب الله يقول لهم من أنكم قد قتلتم الأنبياء والنبي يقول لهم والقرآن يقول له وهم ما باشروا القتل بأيديهم هؤلاء مرجعة اليهود إنهم يجدون عذرا و يبحثون عن عذر لمن قتل الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل وهؤلاء على نهجهم المرجئي اليهودي أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم تدبروا فيها رجل من أصحاب إمامنا أصادقي يقول الإمام الصادق قال لعن الله القدرية لعن الله الخوارج مرة مرة ثم قال مرتين لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة فقال هذا الرجل من أصحاب إمامنا الصادق لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم بثياب هؤلاء المرجئة من مرجئة سقيفة بني ساعدة فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة دماؤ محمد دماؤ علي دماؤ فاطمة دماؤ الحسن والحسين فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقي ثم يقول إمامنا الصادق كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا هذه المجموعة من نواصبي السقيفة بن ساعد هي المجموعة التي يتنفر منها أئمتنا بنحو أشد ترجمة نانسي قنقر